قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة ميدانية شملت عددا من المصانع الجديدة الجاري إقامتها والأخرى الجاري رفع كفاءتها وتطويرها والتابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال سواء الخاصة بالمصانع الجديدة التي يتم إقامتها وما يتعلق بتجهيزها بالمعدات والمكينات الجديدة الحديثة أو تلك المصانع الجاري تطويرها وإعادة رفع كفاءتها لافتا كذلك إلى ضرورة الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الطرق والمسارات الداخلية وذلك بما يسهم في سهولة ويسر حركة التنقلات داخل الشركة التي تشهد العديد من أعمال التطوير